موسيقى 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 سواء مخرق سواء ممثل مشهور معروف كبير لست بادئ لا الموهبة طبعا هو كان بيعتبد على الموهبة حتى في عرض أنا لا أتذكر اسم العرض كان بطولة الراحيل أحمد بدير تمام هو كان على مصرحة طليعة كان لسه كانش معروف تمام بس موهبته هي اللي طليته وبعد كده طبعا اتنقل المصرحات التانية تمام الموهبة أهم حاجة هو بيختارها طب ايه القضايا اللي نقشها في أعماله أو اهتم بيها على وجه التحديد الأسرية مركز عليها كل الأعمال الأسرية حقا عيالي سندا كان أسريا العيال الكبيرة كان أسرية يعني دول الجزئين اللي هم فيهم اجتماعي شيء اجتماعي طبعا من اختلاف القضية نفسها هي العيال الكبيرة تعتبر من يمكن من أكثر الأعمال اللي نجحت ولقت مشاهدة عالية ورواج في العالم المصرح تفتكر لي ايه كان السبب ورا نجحها بقريبا يعني في وقتها الجيل الشبابي طبعا هو يعني كان في خروج من بعض الموثلين من عرض قبليه وكان ابتدى النجوم يعني التجيل بيسلم جيل يعني كان سعيد صالح أحمد زاكي يوني الشلبي كانوا جايين من ما تعلم من من مدلس المشاغبين فجيل بيسلم جيل فطبعا تغيير الأجيال بيفرق في العروض بيفرق في الشغل تمام؟ بيساعد على تراجع عرض ان هو يتشر سانيا فكرة الكوميديا اللي زي ماسا بيقولي الحلوة فيها تمام؟ فده الفارق بس في العروض بس من وجهة نظرك انت طيب من مسبة الجمهور العادي اه لكن من وجهة نظرك انت انت شايفها نجحت ليه وشافت ويعني ولقت مسبة مشاهدة عالية ورواج ولسه مازالت الى الان بنتفرج عليها وليها جمهورها هو ليها جمهورها ان فكرة الجيل يتغيير اللي هو الاب اللي رمى البيت والابن اللي هو بيحاول يرجع الاب اه يعني مش تمامل الاب هو اللي بيجيب الابن لأ دلوقتي المسرحية كان الابن هو اللي بيجيب اللي بيجيب يرجع الاب تاني للبيت اه بعد ما اسم فشل الجيل وطبعا في وقتها برضو ما كانش الفشل ايه اللي يعني ازاي هو سامير العصفوري قدر يستفاد من التمثيل للاخراج يعني ايه اللي تقع على التاني يعني التمثيل اللي ساعده يبقى مخرج كويس ولا الاخراج هو اللي ساعده يبقى ممثل كويس لا التمثيل التمثيل يعني انا طاقا لو ساعده كان يتجهل التمثيل اكتر من الاخراج اه كان ممكن يبقى مختلف عن ال يعني 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 يبقى لي وضع في وص الموثلين عن الاخراج يعني هو ممثل هايل جدا يعني انا عملت معافها لا هايل ممثل في ممثل ممenschaftات الكومHEدية كمان هو اتبعى لي بييقول لن احنا المصريين يعنى طبالى لي بيقولك احنا المصريين فهنا الطابعة الكوميدي خفة الدم خفة الدم عن المختلف عن البلاد العربية طبعا التانية لا احنا عندنا زيادة يعني دي ميزة تفاق بينا على البلاد التانية تمام فترقينا المختلفين فهو عنده الحتة دي الميزة الربانية ميدي له الكوميديا ميدي له القبول تمام فانا اتواقع ان هو لكم مثل كنا نشوف حاجات تانية مختلفة جميلة جنب الاخراج بجنب الاخراج ايوة لو انت هتخرج عمل مسرحي ايه السمى الاساسية اللي ممكن تبقى لفتت نظرك في سميل العصفور واعمال سميل العصفوري وهتركز عليها او هتبدأ بيها اختار النص اختار العناصر طبعا اللي هي تكمل العرض انتباطوا في في البرافات يعني فكرة الحزم والتوقيد والالتزام يبقى يعني في حاجات بتبقى مسبق مناجحة للعرض يعني التزام الموسلين الحضور معزاية اختار طبعا النص والموسلين بس مش اكتر لا هل بتلاقي انت كمخرج حديث مبتدئ او يمكن لك اعمال بس لسه يعني شاب صغير هل بتلاقي الممثلين والتزام باللي انت قلته دلوقتي الموعيد قراءة النص الالتزام بالاخرين احترام الاخرين يعني التعاون على المسرح لا بتاكيد مش هنرأي نفس الجيل ان في اجيال هما يعني اجيال تعلمت على الشيء النهاردة اجيال تعلمت على الشيء تاني ممكن الالتزام بيخف عن الاول يعني الاول بس مازلنا برضو عندنا مخرجين مازالوا برضو لا فيه عندهم بعض من القيم والمبادئ اللي تعلموها من الاجيال الرواد السابقين تمام الحاجات دي بس هاتنا بنتكلم اني على الاقل ممكن نقول يعني وصلين لسبعين في المية من الالتزامات اني يبقى فيه التزام في البروفوات في العروض في الاختيار والنصوص انا طبعا مش نفس الكفاية ممكن بيكونش نفس الكفاية النصوص اني انت ببديجي تقرب لنص الناس شافيته وبتبقى مشكلة صعبة يعني مرة يروح مثلا اخر اللي جاي يتفرج هو هيفتكر يولي الشلبي اه هيفتكر اللقطات دي اه حلص هو متذكر في ذاكرته المشاهد دي حتى انا وانا بخرج انا نفسي وانا بخرج المقر الورع مثلا انا متخيل المساحة كلها في دماغي تفتكر احنا عندنا نمازج من المسلين حاليا على المسارحنا سواء الخاصة او القومية بتسيب بصمة للمشاهد زي النمازج السابقة دي سواء في مجال التمثيل او الاخراج لا فيه طبعا يعني فيه عندنا في المجال الاخراج كان فيه طبعا كان عندنا حوال حاليا مسلا سواء خالق جلال اه فيه الجيل قبله كان فيه سواء محمد عمر اه فيه سواء ناصر عمين عيم اه فيه سعيد صديق فيه مخرجين متميزين بيسيبوا بصمة بس ممكن قلة العروض في التلفزيون هي اللي مش مدين دوق عليهم اه اه يعني فكرة الدوق على العروض دي هي اللي عملة المشكلة مهم وايح الحل في زي حققة ناظرة ما الحل ده يعني لازم يعني فيه ثقاف اكتر في الزاعة للعروض دي يعني يرجع الأول زي الأول يعني ترجع للتلفزيون يزيع الحاجات دي تاني يبتدي ينتج زي الأول يعني في عروض في بيت الفني بيقدم عروض كتير يعني في عروض تستاهل نهاية الناس يشوفها هي ممكن بتعرفش ان هو ده كويس العرض ده كويس بس ممكن الناس تروح ولا يمكن عايز تقول الإقبال ما بقاش زي الأول بالنسبة للمسرح تأكيد الإقبال ده ما مفهوش كل ده تي بيعتبد على تكنولوجي الحديثة كل ده تي adapting ينزل ع spikes عشان يتفرج عليه في بيته الاهتمام بالمسرح يعني الاهتمام ده تب الميديا والتلفزيون يقول لك أنا مش هروح اتفرج على مصرحية وكرا كده التلفزيون قديم البيت يعني مش هينزم من البيت عشان روح اتفرج على مصرحية إيه البدائل اللي ممكن نقدمها له عشان نشده مرة تانية عشان ينزل المصرح ايه البدائل? من وجهة نظر حضرتك طبعا. البدائل يعني احنا نرجع زي الاول. بمعنى طيب. بمعنى. بمعنى. الحلول. بمعنى احنا ننتدي يعني يهتم التلفزيور او الدولة بالبيت الفني على الاقل. اه. بالعروض ان هي تتصور وتزيع تباين الناس ان فيه عروض بتتعارض فعلا. بمعنى الناس مسلا بتعافش فيه مصرح شغال ولا. يعني الاول كان المصرح بيشتغل. الاعلان عنها اصدك. اه. الدعاية اللي شافية اه. الاول كان فيه ييجي. اه تما الي كان فيه توقفات يعني مسلا ستة كانت رايي في التلفزيون كنار الاولى مسلا في التلفزيون مصري. بترأي فيه اعلان مسرح كذا ازهب هتذهب اي انها لليوم. اه. وبيبقى اصفى دورية. اه. هيتزاع على مدى الليوم كامل. هترأي علانات هترأي اه دعاية ليهم كافية. نا ده فيش دعاية. فين المصرح. حتى القطاع الخصم فيش فيش دعاية لهم.فيش دعاية. لتقريبا من أنا شفتش عاية البيت الفاني مثلا من عشر سنين فطبع أنت هجيب جمهور إزاي وإنت بعدكش دعاية يعني أنا واسا مواطن عادي هنزل إزاي طب وبالنسبة للمسارح الإقليمية مسارح القومي المسارح الجامعة ليه ما نبدأش به وخاصة هو يمكن بيشتغل بإمكانيات بسيطة جدا لكن بيبقى عنده طموح وبيبقى فيه مواهب جميلة يعني بتطلع من المسارح دي والمسارح الجامعة تقريبا فيه تقريبا بالقناة السقافية تقريبا به آه بيهتموا بيه فعلا وبيقدموا عروض كتير لي بيزيعوا لعروض فنفس الفكرة برضو الدعاية على قناواتنا نفسها يعني أنا ممكن حنتفرج على قناوات حاجة الفاجأة دواتي على قناوات التفزيل المصري يعني أنا أصلا إحنا محتاجين الدعاية أصلا كمان هتنفزيل عشان الناس تتفرج هو عايز مجموعة تكاتف من أكتر من جاهة مش من جاهة واحدة حي recruitment عشان أنا بالنحط تتفرج على قناوة بيتعرض ليعا عرض أنا ممكن أمأبعمل دعاية بس عن الفيس إن أنا بالتفرج على العرض فعطة لأن الناس بيتهتموا بالكناوة آه خلاص أنا خلصت والعرض خل�ه ما حدش هيتفرج على القناوة لما حد يعمل دعاية تانية إن الناس هيتفرج على القناوة فدي لازم بيرجع على الأول يمكن المخرجين الكبار كانوا بيهتموا بتفاصيل كتير جدا وبأدق التفاصيل بعض المخرجين الكبار زي سميل العصفوري وزي جلال الشرقاوي وأحمد عبد الحليم يعني بيركزوا في أدقة تفاصيل ممكن يدخل في اللبس في الدكور في الإضاءة في الإضاءة يعني ممكن كمان يعني في بعض من الأعمال المشاهد العادي اللي هو ما عندهوش ثقافة مدرس يعني إيه مسرح ويعني إيه تمثيل يعني عنده بصير أنه هو يلتقط جزئيات معينة يقولك المخرج ده كويس المخرج ده ماهر المخرج ده لا مش قد كده في إخراجه العمل كان ينقص الإخراج الجيد أولا الجمهور طبعا بيبقى زاكي يعني إحنا مثلا بنيجي نعمل عرض من الاهتباب الجمهور أكثر من اللي هو دارس أو الفاهم الإخراج أنت رد فعلك الجمهور لدرارة عند المخرج أو عند الممثل أو عند مصمم الدكور ومصمم الإضاءة الحاجات دي الجمهور بيبقى متابعة كل حاجة يعني من بعض الحاجات اللي بتلفت النظر أحيانا وبنسمحها من المشاهدين أثناء عروض بعض الأعمال يعني مثلا يبقى بيعرضوا مسرحية في العصر الروماني يبقى بصس يلفت نظر قوي أن الممثلة حتى لابس حاجة حديثة الإكسسوار بيبقى مش من الزمن اللي الماضي فاللبس مش يبقى مناسب لموضوع العمل الحدث نفسه أحيانا المخرج بيهتم بمثل هذه الأشياء ومخرج بيعني ما بياخدش باله منها لا هي مشكلة ببقى في ذات الحاجات التاريخية أنه بيبقى فيه عصور قريبة من بعض فهتلاقي المخرج نفسه لو هو مش عنده خلفية بالعصور دي بيقع في الدرب من الحاجات من النوعية دي إن هو بيبقى مثلا شايف اللبس ممكن يفتك نفس العصر عشان تقرب العصور بس طبعا فيه حاجات ما يفعش نوعية تجنبقى ممكن يبقى خطأ ممثل المخر كمان بيتدخل في تصميم الملابس بيبقى مع الستايلست اللي بتلبس واللي بتجاهز الملابس بيبقى ليه بصمته وليه يعني سمة من سماته الخاصة طبعا هو بالنسبة لكل حاجة بتبقى رؤيته هو هو من أول ما قرى النص تمام حاطت كل حاجة تفاصيلتها آآ في النص يعني مش مش سعب صغرة اشتغلت حضرتك مع سمير العصفوري آآ طبعا اشتغلت معه ايه وإيه اللي تعلمته منه طبعا كنت شغال معه في ورشة سبوت لايت آآ سنة عالفين وتمانية وطبعا عادنا سنة كاملة آآ لأ هي يعني سيد سمير من الناس اللي حازمين في الوقت في الشغل يعني حايز طلع من كل واحد اللي عنده أحلم عنده يخرج منه أحلم عنده آآ تمام آآ مفيش حاجة اسمها ان انت طبعا انت شغال مع حد كيمة آآ يعني تتخيل انت بمثل مع حد يقولك انا شغال سمير العصفور ده يعني فلازم تبقى على قد المستوى ده ايه ممكن تبقى مفاجأة لبعض الناس يعني سمير العصفور اللي كان عمل آآ كبرت نحن نشغل معاه فتبقى مفاجأة ليهم فممكن في وقت بقى يسكت ان هو انا فعلا وقف جنب الراجل لا لا يعني المسبة للمخرجين اهو كيمة كيمة جدا يعني وحد الان هو تقريبا يعني اه قرم من الدولة وقرم بس برضو فيه حاجات كتير هو يعني الدولة بعيدة عن يعني الدولة مدتوش مثلا قدروا ده وجه نظر انا وجه نظر اه طبعا ان هو من المخرجين الكيمة عالية جدا في المسرح حتى يعني على مستوى الاداري يمكن عشان كان فيه اجيال زيه كتار في الوقت ده كان اسماء لمعة كتير اه طبعا فيه وقتها فيه اسماء لمعة طبعا بس هي الفكرة يعني ان حتى نحن لو بصير على الوجه الاداري ده اولا كان ناجح في الاداري يعني ان هو يعني فنيا واداريا ان هو مسك القوم مسح القومي مسك مسح الطليعة كان مديره فنجح في توقيتات دي اه عمل يعني حاجات زمان كده كان حاجة اسمها اصدقاء مسح الطليعة اللي هما الجمهور العادي يبقى ليهم عضوية يخشوا بتخفيض يعني كان يعني كان بيشجع مثل هذه الاعمال تمام محد يعني حتى محدش بعدها تطورها محدش مش مش على هذا النهج اه يعني اتعمل بس محدش تطورها محدش اه ادام بيها متهاية لجلال الشرقاوي اهتم برضو مسارح الطليعة الا هو اهتم بس هو طبعا في الفترات معينة كان الكتاب الخاص اكتر يعني لزروف ان هو مثلا بينتج وبيصرق اه بينتج وبيصرق تاني حاجة كان مهتم برضو بدراست الكلمية انه هو بيدرس في المعد اه فطبعا المعد بيابا اخذ وقت كتير من يعني حنا لو دخلنا المعد فيه كترة كوة المعد نفسه محدش يسمع عندهم حاجة في التمثيل مع ملكة بس مشكلتهم انهم هتموا بالعلم انهم هيدرسوا ما هتموش اهتموا بالجانب الاكاديمي اكتر من الفني من الفني ان هو يطلع اجيال تمام فترقيهم خدوا الجنب الوظيفة الوظيفة اكتر من الفني فعشكا ما بتردش الناس عارفاهم لا فيه كتير يعني الوظيفة فيه كتير موسلين وفيه مخرجين كتير طبعا في داخل المعد وفيه الاقاليم يعني حتى مش بني كلمة عن المعد بس يعني فيه في الاقاليم اقاليم هي اللي بتجيب لنا النماذج اللي بتبقى يعني يعني فيه ناس كمان لزروف طبعا المعد انه بيقبل عدد الي ففيه ناس كتير ما تطفش تخش المعد اه فبيضطروا انهم برغم ان عنده الموهبة عنده الموهبة مم طبعا بيهتم بقى بالله في الهياء العمل اصوص ثقافة بيشتغلوا في الاقاليم بس برضو ما عندهوش الضوء يعني عندنا الهياء العمل يمكن عندنا زمان ما كانش التدريس في المعهد او الدراسة في المعهد ذات اهمية لما نروح لزينات صدقي عبدالفتاح القساري يعني كانوا اميين ورغم كده ما تعلموش ما رحوش معاهد لكن موهبة سبتة نفسها وجديرة بالذكر الى الان لا ما هو برضو في وقتها انتجاه الدولة يعني انتجاه الدولة اللي فيه نكون طلع الممكن يكون دلوقتي ما فيش دلوقتي شوية طبعا لزروف البلد فمنمكن بقى فيها طبعا فيه الممكن يكون فيه يعني دكتور الاناس عبداليم يعني برضو فيه حاجات بتعملها جهد كتير ان هي تطلع نجوم تطلع ناس طب بالنسبة لسامير العصفور ويعملك معاه كلمني عن الاعمال اللي انت عملتها معاه وكلمني عن الجانب الانساني برضو عنه التعامل مع الاخرين ومع كسط العمل اللي معاه هو من ناحية الانسان ببقى يعني مش مش مخرج يعني احنا محسنش ناسس ان هو مخرج معانا خالص يعني حسنا ان هو اب صديق يعني في الورشة دي كنا حسنين ان هو احنا اسرة واحدة اب موجود لو في مشكلة بعيد عن المسرح وبيعيد عن البروروات ممكن يسمعك ويديك نصحته ما فيش الوقت اللي هو يعني اللي هو انا مخرج وانا جاي يشتغل وهمشي ومليش جعب لا لا كان بيتجنب يعني بيبقا موجود لو في مشكلة بيحلها في نصيحة بيقولها بجانب ان هو حازم في عمل لا ده ده انت انا مخرج في حسنها للشغل انت بتشتشرني في شيء انا اب فتريه في التوقيت اب مش مخرج فمن ناحية الانسانية هو من حد يعني فعلا يعني اب في نفس الوقت يعني هتريه اب طب ايه الاعمال اللي انت عملتها معي انا اشتغلت معايا عرض في مسح السلام ساكني مصر ده كان عرض تاريخي شوية بيكالب عن عن النيل وعن حافظ ابراهيم حافظ ابراهيم شعر النيل فهو كان في هذا الحدث في هذا التوقيت كان تابع انتاج الثقافة وكان بيتكلم عن النص ده تمام فده انا استعدت فيه كنت مساعد معها في اللي كنت مساعد مخلوق عملت معايا عمل واحد بس ولا اكثر من لأ هو عمل واحد اللي هو ده وكان قبلها الوارشة اللي هي السنة اللي قبلها الوارشة دي كانت عمرها عن ايه دي ورشة كان خروج ممثلين. طبعاً كان إنتاج التلفزيون المصري. دي قعدة سنة كاملة. وبعد كده عمل برامج عليها. تمام. عثر عليكو على أعمالك بشكل خاص يعني سامير العصر. طبعاً. تعلمنا منه كتير طبعاً. سامير. حتى في بداية تختير بس النصوص. الورق نفسه. دي قعدة ما فيش ورقة. حتى تختار نص تشتغل به. اختيار القصد. اختيار العناصر. نتمنى إن شاء الله يطلع لنا نمازج جميلة زي الأستاذ سامير العصفوري. سعدت بلقائك الأستاذ أحمد عبد العيل. شكراً لكم. عزيزي المشاهدين بنقرج لفاصل والزميلة نهادي الحديني والفقرة الثانية من البرنامج. كونوا معنا.